هلو حبايبي الحلوين grade 5 درس اليوم اسمه the preposition the preposition يعني حروف اتجار preposition يعني حروف اتجار مثل ما عدكم بالعربي حروف اتجار بالانجليزي ايضا اكو حروف اتجار بالانجليزي عدنا ثلاث حروف للجار اوكي ايضا بالانجليزي عدنا ثلاث حروف للجار حطوا فاد معلومة ببالكم انو هذاني ثلاث حروف اتجار ما للانجليزي لها اكثر من معنى وكل مرة تجي بمعنى مختلف حسب موقعها من الجملة لكن بدرس اليوم راح نتعرف على حروف اتجار اللي يكون معناتهن في ايضا عندي ثلاث حروف اتجار اللي هي in on at in on at هذاني ثلاثتهم معناتهم في ثلاثتهم معناتهم شنو؟ في مثل ما قلتلكم لها اكثر من معنى لكن كل واحدة حسب موقعها من الجملة ومثل ما قلتلكم اليوم راح ناخذ فقط من يكون معناهم في ايضا عندي ثلاثتهم معناتهم في هسا تعالوا نبدي نشرح حرف 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 نجي على نمبر وان عدنا حرف اتجار اللي اسمه ان اسمه ان ان وايضا معناتها في اوكي خلا نشوف هذا ال in ويا منو يجي راح يجي مع اشهر السنة والبلدان والعواصم اذا ان اللي معناتها في راح يجي مع اشهر السنة والبلدان والعواصم تعالوا نشوف هذاني الاكزامبلز على مو تفتهمون الفكرة اوضح خلي نشوف شون تجي ويا اشهر السنة عدنا هنانه in april in april في نيسان هاي ال in هي preposition حرف جار وهاي april هو شهر من اشهر السنة واللي اسمه نيسان اوكي بعد يقول هي تجي ويا البلدان خلي نشوف هاي هنانه in iraq in iraq يعني في العراق in هو preposition iraq هو بلد اوكي بعد يقول تجي ويا العواصم مثل ما موجودة هنانه عدنا in bagdad in bagdad يعني في بغداد in هي preposition و بغداد هي capital هي عاصمة اوكي اذن مثل ما قالت للملاحظة هنانه انو ال in راح تكون مع اشهر السنة مثل in april و تكون مع البلدان مثل in iraq و تكون مع العواصم مثل in bagdad اوكي و شفتوا كلها هنانه معناتها في هاي ال in كلها معناتها في اوكي تعالوا نجي على ثاني حرف جر number two عدنا on 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 واللي ايضا معناتها في خليشوف هاي ال on ويا منو تجي تجي مع ايام الاسبوع و اسماء الشوارع اوكي اذا ال on اللي معناتها في راح تجي مع ايام الاسبوع و اسماء الشوارع اسماء الشوارع مثل او شارع الرشيد شارع الامين شارع المعلمين هاكذا اوكي اتمنى هاي النقطة واضحة اوكي خلينا نجي نشوف ال on مع ايام الاسبوع مثلي اش مثل on monday on monday يعني في يوم الاثنين ال on هي preposition وال monday هي يوم من ايام الاسبوع بعد قال انو تجي مع اسماء الشوارع مثليش مثل on red street on red street يعني في الشارع الاحمر شارع هي حرف جار red street هي اسم شارع اوكي ناخذ مثال اخر على اسم الشوارع مثل on الرشيد street on الرشيد street يعني شارع الرشيد ايضا ال on هي حرف جار والرشيد هو اسم شارع واضحة وايضا هنا كلهم معناتهن في اوكي يا حلوين اذا ال on اللي معناتها في رح تجي معا ايام الاسبوع مثل on monday وتجي معا اسماء الشوارع مثل on الرشيد street واضحة تعالوا ناخذ اخر proposition عدنا number three اخر حرف جار اللي اسمه ات اسمه ات ات ايضا معناتها في خليشوف الات مع منه يجي يجي مع الساعات والعطلة وارقام الشوارع والمحلات اوكي اذا الات شوية بهواية شغلات يجيوا 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 مثليش مثل الساعات العطلة ارقام الشوارع والمحلات نجي نشوف الات مع الساعات مثليش مثل at four o'clock at four o'clock يعني في الساعة الرابعة at هي proposition والfour o'clock هي ساعة مو صحيح نجي على مع العطلة عندنا at the weekend at the week end يعني في عطلة نهاية الاسبوع هاي هاي الويكند يعني عطلة نهاية الاسبوع فش نحط لها نحط لها الات اوكي الات هي proposition و the weekend هاي اسم عطلة اوكي بعد يأتي معا ارقام الشوارع مثليش مثل at fourteen رشيد ستريت at fourteen رشيد ستريت يعني في ارباطعش شارع الرشيد اوكي الات هي proposition اما fourteen رشيد ستريت هذا رقم مع اسم الشارع اوكي بعد تجي مع المحلات تذكرون الدرس السابق من اخذنا shops in the capital city محلات بالعاصمة هاي رح نحط الهن الات اوكي مثليش مثل at the pharmacy at the pharmacy يعني في الصيدلية at هي proposition اما the pharmacy فهو محل واضحة اذن الات اللي معناتها في رح تجي ويا الساعات مثل at four o'clock رح تجي مع العطلة مثل at the weekend رح تجي مع رقم الشوارع مثل at fourteen رشيد ستريت رح تجي مع المحلات مثل at the pharmacy اتمنى ليحد هنا ال proposition واضحة بالنسبة لكم هس تعالوا نشوف امثلة امتحانية نجي نشوف شوية امثلة امتحانية طبعا بالامتحان اجيب لكم اياها بهذا الشكل واحط لكم حروف جار بين قوسيا وانتو لازم تختارون الصحيحة تعالوا نحل هذني المثال عامو تفتهمون الفكرة اوضح عندنا number one يقول there is a fruit and vegetable stall there is a fruit and vegetable stall يعني هناك محل الفواكه والخضروات في الشارع الاحمر اجيباوا على red street red street هو اسم شارع فاني لازم اتذكر من هي اللي تفيد اسماء الشارع يا proposition اللي يكون مع اسماء الشوارع من هو اكيد ومليون بالمية هو ال on اوكي ال at يجيوا اياها رقم اوكي يجيوا اياها رقم اوكي لكن هنا ما اجا رقم اجا فقط اسم الشارع بما انه اسم الشارع فاش رح اختار رح اختار ال on فالجملة اش رح اصير رح اصير there is fruit and vegetable stall on red street واضحة؟ تعالوا نحل المثال الثاني number two يقول mom was in lo at the pharmacy mom was in lo at the pharmacy يعني امي كانت في الصيدلية اجابوا على the pharmacy the pharmacy هي اسم محل فاذكر ياهو منهم اللي تكون مع اسماء المحلات ال in lo at اكيد مليون بالمية هي ال at ال at تجي مع اسماء المحلات مثل الفارماسي اوكي فالجملة رح اصير mom was at the pharmacy صحيح درسنا اليوم قصير لكن اتمنى افتهمتوا موضوع ال proposition وعرفتوا كل حرف جاروية منه يجي وشون يجي وايضا افتهمتوا طريقة الامتحان وعرفتوا شون تحلون بالشكل الصحيح حفظوا كل حرف وشنو الملاحظات اللي علية من رح تحفظوها رح تعرفون تجاوبون بكل سهولة اوكي يا حلوين هذا الدرس جدا مهم لان هو رح يكون وياكم ايضا في صف السادس لحد هنانا خلص درسنا stay safe and see you soon